مساسة للمراس ملخص أحداث الحلقة 558 الحلقة بتبدأ بمنصور لما راح وقال لياسمين ان هو موافق ان هو يتجوز زيناء وساعتها قارت له خلاص اتصل بعمك وروح اخطبها وقفها وقال لها تعالي هنا اتكلمي معايا لو عايزة فعلا نخطبها يبقى تيجي انت تخطبها لي قارت له وليت حطرة في الموقف ده قال لها طالما انت عايزة كده انا كنت فاكرك بتحبيني وفعلا كنت مسدقك دلوقتي افهم ايه خلاص ما بتحبينيش عايزة ترميني كده اتجوز زيناء رادته قالت انت عارف ان ده الحل الوحيد قال لها الحل الوحيد لأيه بالزبط خلاص ما فيش حلول غير ده ان انا اروح واخطب زيناء ولا اروح عشان اخطب زيناء عشان امنع سلطان ان هو يخطبها وبعد ما يمشي سلطان اقول لها خلاص انا حسيبك شكل حيبقى ايه شكل قدام عمي وقدام اهلي حيبقى ايه انا ما اعملش كده انا اروح اخطب زيناء فعلا يبقى حتجوزها مش مجرد كلام خدي بالك ما فيش تراجع في الموضوع ده فقري تاني لان لو جوزتها وطلبت ان هي تكون الوحيدة انا حرفز لها طلبها بالله بعد كده زيد بيتكلم مع نوف وبيقول له انت ليه ما سلمت شحور لحد دلوقتي الورق بتاع ايقاف المشروع خايف منها رده وقال له لا مش خايف ولا حاجة بس انت عايزني اقولها ليه انا حطت لها الورقة على المكتب وهي ما شافتهاش مش زين بالنها ما دهمتش رده وقال له طب وليه يعني ما تدرهاش في وشه قال له انت عايز اديها ولا عايز ان هي يوصل لها القرار خلاص اذا كنتك عايز فعلا ان هي تعرف القرار خلاص هتعرفه الورقة صارت على المكتب بتاعها واذا كنت تاني اخيرك في التفكير وفي الافكار فمش لازم الناس كلها تبقى زيك قال له اهم حاجة ان احنا بتفقينا على حاجة واحدة حور بتتكلم مع ابراهيم في الكويت مع يوسف بتتطمن على يوسف من خلال ابراهيم وبتقوله وليه مش بيرد علينا دفنتوها ولا لسه طيب ربنا يرحمها بطمني من لايه بعد كده صحر قاعدة مع خالد وبتسأله وبتقوله بقيت كويس قال لها ايوه انا ممكن اسألك سؤال قالت له طبعا تسأل اللي انت عايزه قال لها سؤال شخصي يعني هو انت ليه تطلقتي من جوزك سكتت شوية وقالت علشان خاطر كان ابن امه علشان خاطر ما نسبناش عيلتها علشان خاطر ما كانش فيه واحد فعلا يقدر يوقف قدام اهله علشاني المهم سيبك انت انت ليه بتجوزش لحد دلوقتي بعد موت مراتك يعني بيردوا بيقول لها انت بتهرب من السؤال اللي كنت حسأله لك وقولك من جوزك قالت له انا شايفة لانت اللي بتهرب من السؤال لما سألتك وقلت لك ليه بتجوزتش عمتان هتخليني امت أزور زينة شاهد بتتكلم مع فهدو وبتقول له انا عايزة ابلغ عن خالتي قال لها ايه اللي انت بتقولي ده قالت له ايوه انا عايزة ابلغ والمفروض تكون معايا شاهد وانا مش مراتك وكانت بتديني حبوب وحاجات مهدئة وانا حامل مش خايف علي المفروض تبقى معايا قال لها معاك ايه والكلام فاضي ايه هتروح تشتكي على خالتك اللي عيشها معايا في نفس البيت بصي طالما احنا تقبلنا الحمل وكنت بخبية علينا يبقى تعملي الشروط اللي قلت لك عليها قالت له شروط ايه قال لها الشروط اللي انت تبطل بألهابل اللي في دماغ جدا وتهمدي شوية وتعودي علشان انت المفروض حامل والمفروض كمان انك ما تشتكيش على خالتك ولا حاجة يعني ما تشربيش ولا تكلي من ايديها وخلاص يعني فريدي لما روحت تشتكي عليها لقيت مباررات تقولها للشرطة قالت له انت مصدقها بقى في موضوع ان انا اللي طلبت منها تديني المهدئات البنات دون اللي جوه من بارح صراحة انا معرفش هم مين وبيتكلموا في موضوع ان هم لسه نقالين جديد وان صاحبتهم جمانة مش عايزة تساعدهم وتضح تقريبا ان جانا وجمانة اخوات ودي معرفش اسمها ايه وبتيجي بعد جدا جمانة وتتكلم معاهم وبتقولهم ان هي جعارة جدا وتصلوا بفيفي علشان تجيب اكله يا جاية وكمان كانوا متدائم منها علشان مش بتشتغل معاهم خالص ولا بتساعدهم في ترتيب البيت الجديد اللي نقلوا فيه حور حور بتروح المكتب بتاعها وبتتفاجئ بالقرار بتاع ايقاف المشروع وبتتصدم وده اللي بيخليها تروح على طول على زيت وتقوله ايه القرار ده وايه اللي حصل بيردوا بقولها في غلطة قبيرة وانتي عارفة يا باش مهندسة قالت له بس ده ما يندلكش الحق ان انت تعمل توقيف عليه قال لا ايديني انا المدير التنفيذي هنا قالت له انت ايه اصلا اللي فهمك في موضوع المشروع اكيد مش انت اللي عرفت الموضوع لوحدك نواف قال لك صح نواف قال لك على الغلطة بتاعتي رده قال انا ماليش دعوة المهم اني فيها غلطة وخلاص وانا اكتشفتها وتم ايقاف المشروع وعلى فكرة لو نواف نفسه عمل غلطة هعديها له قالت لهش معنى انا بقى قال لها لان انت انا مستنى الغلطة دي من زمان عشان امسكها عليك شاهد بتروع على البيت واسيا بتقابلها وبتقول لها يعني دخلها لوحدك كده من غير الشرطة ليه ما بلغتش عني زي ما قلتي انا كنت قادة مستنية شوفها تعملي ايه ردت وقرت لها وانت بقى كنت حتقولي ايه للشرطة كنت حتقولي برضو ان انا اللي طلبت منك حتجديبك كدبه وتصدقيها ردت اسيا وقارت كنت حقول الحقيقة كنت حقول ان شاهد دي بنت كل ممنوع عندها مسموح يعني عندها القلب وتعبانة ومريضة وبتدور على اي حاجة ممنوعة وتعملها يعني تروح مثلا تلعب رياضة وترقص تروح مثلا تحمل وعايزة تكون ام رغم ان ده ممنوع عنها وكمان تروح تتجاوز من عائلة الخطوان اللي هم اللد اعداءنا الحاجات دي كلها طبعا اللي تخليني احط لها المهدئات علشان خاطر احكمها شوية ولجمها من تصرفاتها الغريبة دي لان دي مش تصرفات بني قدمة طبيعية ولا واحدة مريضة المفروض ان هي اتعملها قارت لها ده انت بقى بتجدبي الكتبه وبتصدقيها وهم ما كانوا هيصدقوكي قارت ايوة وعلى فكرة انت عنيدة جدا طلع المامتك بالزبط نسخة منها حور بتروح لنواف بتتكلم معه بتقوله ايه اللي انت عملته ده ازاي تبلغ زيط ده حاجة زي كده كان مفروض تيجي وتتكلم معايا براح ونتفاهم ونتناقش في القرار لكن الليه تروح وتقول لي زيط قال لها انا ما عملتش حاجة انت اللي غلطتي قالت له بس برضو كان يمديك ان انت تتكلم معايا قال لها والله بقى انت تتصرفت معايا تصرفات كتير وحشة قالت له وكل ده عشان رفضتك يعني تعمل كده قال لها انا عملت واجبي وخدي بالك لو دورت على اي غلطة علشان تبشيني من هنا مش هتقداري ومش حمشي البنات قاعدين مستنين فيفي اللي اتأخرت عليهم جدا وبيتصلوا بيها مش بترد وبتيجي فيفي وبتقول ان هي كانت بتليفة طول النهار وانها جاي لهم بخبر ان هما هيسيبوا البيت لان فيه طاقة سلبية لان الاتنين اللي كانوا موجودين هنا كانوا متجاوزين وتطلقوا وطبعا البنات بيتضايقوا جدا اما بالنسبة المنصور وي بدر بيروحوا لفهد وعايزين يتعشوا عنده في الكافيه على حسابه وكمان يحلوا وطبعا بيستغرب لكن الغريبة ان بيجي كلاعادة راشد وبياخد فهد على جنب وبيقولوا ماينفعش وانهم لازم يمشوا وبيقول قدامهم كمان عادي ان احنا خلاص سكرنا وقفلنا والناس مشت وما فيش شغل دلوقتي وبياخد فهد بيقولوا بلاش اعدتك العائلية دي تكون هنا لكن فهد بيقولوا ما دزعلش انا هتفعل فطورة وحقاعدهم اتصرف معاه واضح ان اللي حصل معحور خلاها عصبية جدا متوترة فضلت تقطع في الاوراق وفضلت مشى بالشكل ده مسكة قلبها وتعبانة جدا محدش حسس بيها لكن ماجد كان معدي بالصدفة وبيشوفها من الشباك وهي بتتقلم ومتتوجع ومش عارفة تعمل اي حاجة ده اللي بيخلي ماجد يدخل بسرعة علشان يحاول يلحقها حور كانت بالشكل ده مش عارفين ايه اللي ممكن يكون حصل لها وبيحاول ماجد ان هو يساعدها ويقول لها مالك لكن ما فيش اي رد اما بالنسبة للبنات فمتدايقين جدا ان هم حيسيبوا البيت بعد ما خلاص نقلوا فيه وحطوا الكاراتين بتاعتهم وكمان جمانة بتقول ان البيت ده شكله نحس عليها علشان الوادي اللي كانت بتعرفه سبها اما بالنسبة للخديجة فبتفاجئ اسيا بخبر وان هي لقيت التليفون بتاعها جوارية اسيا سألتها قالت لها فين قالت لها في قوضة حور بدت صدم اسيا من الخبر ده وبتخلص الحلقة على كده وده كملخص الاحداث الحلقة 558 من مسأسة الميروس ياربوا ملخص بتاعي يكون اعجبكم ما تسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد احبوكم مرة باي باي